أنا معايا الأستاذ منصف مرسي الشريك المشارك لقطاع البحوث بـ CI Capital الرئيس المشارك هل أولا سمعت ما قاله أستاذ هاني هل ترى أنه هذا سعر عادل للسهم؟ المثال الخير أولا أسمعت طبعا الكلام اللي أستاذ هاني قاله والله أنا أعتقد بالنسبة للتقييم إحنا نشايفينه اللي هو السعر طبعا اللي تعلن عليه اللي هو 19 جنيه لسه هو طبعا ده سعر مبدئي والحركة عارفة أن هذه للتفقات يبقى فيها طبعا فروسس طويلة يعني إحنا نتكلم أنه طبعا الشركة حاليا المنوعة المالية دلوقتي بتعين أكيد مستشار مالي يعمل تطييم للشركة ده أول خطوة وبعد كده طبعا فيه خطوات أخرى جايمه أستاذ هاني قال اللي هو بالنسبة للمعافيات توقع البنك المركزي توقع من ناحية الإمارات لرقابة المالية وهكذا أعتقد أنه إحنا النهاردة لو بنتكلم على 19 جنيه إحنا شوفنا آخر صفقة مثلا برضو شبيهة اللي هي برضو منموعة أو تحالف الدار وإيدي كيول لما تحوزوا على شركة صدق كانوا أعلنوا في الأول عن سعر وبعد كده رجعوا وبعد كده رفعوا السعر فده بيحصل أو بيحدث في هذه السفقات فأعتقد أنه ممكن بعد كده بعد دزاية البروزيس والفحص النفي بالجهالة إذا فيه تغيير بعد كده للسعر أكيد أه بس هل حضرتك فيه تقييمك ده سعر عادل ولا هناك تقييمات أخرى بتوصل لـ 23 و24 و25 و27 زي ما الأستاذ هاني بيقول يعني السهم أراد يوصل 17.6 دلوقتي مضبوط هو فيه طبعا تقييمات مختلفة من البحوث والشركات المختلفة طبعا لو اتكلمنا على سعر كافسة اللي احنا أخر تقرير أو تقييم مشارناه كان قيمة السهم اللي احنا كنا حقيم أو القيمة العادلة 20 جنيه للسهم ده كان طبعا قبل نتائج الأعمال الأخيرة بتاعت السنة اللي فاتت هو طبعا قبل الاستحواز بتاع الشركة على بنك الاستثمار العادي وبالتالي ممكن طبعا ممكن لو بنتكلم على إمكانية يبقى فيه قيمة أعلى قائم جدا طبعا بتعتمد أجان على بتاعت الفحص النتيجة للجهالة من ناحية الشركة طبعا وبالتقييم برضو بالمستشار المالي اللي هيتعين وبالتالي ممكن يبقى فيه إمكانية للتغيير احنا زينا بقول احنا شكنا بها حصل في تفاقات سابقة وآخرها زينا بقول صفقة سابقة الأخران طبعا لما بيقدم عرض بنك بوزابيا أو أي مستثمر على 51% هو عليه أيضا أن يقدم عرض إجباري بقى لي باقي المساهمين اللي في البورصة وأيضا باقي المساهمين عموما آه مظبوط مظبوط فده طبعا بتبعديل البروصيس وبيقدم على 100% من الشركة وبالتالي بتشوف بعد كده عامة المساهمين اللي هيبقوا راغبين في بيع الأسهم وبنشوف بعد كده النسبة يعني أنا أعتقد أن أو لو أتذكر الرقم مظبوط الشركة الضار أو تحالف الضار تحوز على تعيبة 85.5 من 10 من إجمالي أسهم سابقة فوالتالي بتبع طبعا بيقدم عرض الشرع على 100% أنا كيفجير ماس بقى أبيع ليه 51 أدي الإدارة لحد ليه يعني ليه إذا كنت أنا ماشي بتوسعات جيدة زي ما أستاذ غاني بيقول وزي ما إحنا شايفين التوسعات أفقية ورأسية أنا ليه أدي 51% ليه ما بيعشي 49% مثلا أو أبيع 100% بقى أبيع كله بالإضافة طبعا لأسهم البورصة لكن يعني أبيع ما أملكه من أسهم بس أنا ليه أدي 51% دي ليه أدي الإدارة لحد والله ده كلام ممكن يبقى مضبوط ولكن هو بتبقى أعتقد قرار أو رأي مجلس الإدارة وبعد كده الجماعية العمومية بتاعة الشركة فهو النهاردة لو بصنا من الناحية الثانية هو مقدم العرض اللي هو بنك أبيضابي الأول النهاردة هو عايز يدخل أو هو رادي موجود في طبعا في السوق المصري وعايز يتوسع أكثر في السوق المصري وعايز ياخد حصة حكيمة في شركة تمتلك طبعا نشاطات مختلفة وتمتلك النهاردة برضو بنك كوميرشيل بنك وليسه مستحوز على عودة مثلا على عودة في مصر مضبوط وليسه مستحوز على عودة وبالتالي بيستحوز أو عايز يرغب في الاستحواز على شركة أخرى ممكن برضو النهار أكيد يبقى عايز برضو يبقى عنده الحصة الحكيمة وبالتالي يقدر يبقى عنده توسع ويبقى عنده سينجيز يقدر يحققها من الاستحواز ده وهكذا فهي أعتقد في الأول وفي الأثر هي زي ما بقول هي قرار مجلس إدارة وقرار الجامعية وهل هو هيبقى مواصلين أو لا